نفس كل الناس اللي مسؤولين عن الكرة في مصر ما يناموش النهاردة يقدروا يتجرحوا كده ويتقلموا أكتر من الندب كتير يا رب وقولهم حاجة بس يمكن تقلبهم شوية وتجرحهم قوي سباستان لصبر مدير فني لمنتخب الكنو الديمقراطية بعد المباراة بيقول أهضرنا فرصة تسجيل عدد أكبر من الأهداف في منتخب مصر شايفين؟ شايفين عملتوا فينا إيه؟ عيب والله والله عيب والله أنا لو مسؤول في اتحاد الكرة تاني احترام لكل الأشخاص بس أنا لو كريم مسؤول في اتحاد الكرة وحتى لو عاملت شغلي وأنا متصون أنا عاملت شغلي هتكسف ويقول لا 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 أنا لازم أمشي النهاردة أنا هروح أبقى تستخلطي حالاً دلوقتي أنا مش هينفع أكمل دي مهينة جداً دي صبر مدرب الكنو الديمقراطية بيقول أهضرنا فرصة تسجيل مزيد من الأهداف في منتخب مصر عيب عيب يا جدع والله عيب يا كابتن عبد الحبيب والله توجع ده لسه ببص على التصريحات دلوقتي توجعت صدقني والله يا كابتن كريم كل مباراة وجعتنا كل مباراة عدت علينا يعني انت بتتكلم الافتتاح بتاعك كان موزنبيك عما يجيب فيك هدفين وهو ما جابش فيك هدف في حياته صح ما وجعتكش وجعتنا موسيقى